بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثالث من الدرس اعزا انا طلاب طلبة الصف الثالث الثانوي الان المتطبقات المثلاثية دو نصف الزاوية عايز افهمك يعني ايه برضو نصف الزاوية يبقى انا عندي زاوية اصلية مثلا ولتكن تلاتين وعايز اعرف منها سين او قوزين او تان خمستاشر يبقى انا عايز اعرف سين خمستاشر او قوزين خمستاشر او تان خمستاشر بمعلومية تان تلاتين او العلاقة بينهم مش لازما بمعلومية العلاقة بينهم يبقى دي تلاتين وده بنقول عليها تلاتين على اتنين يعني دي ثيتا ودي ثيتا على اتنين نصفها شفت المرة اللي فات كانت ثيتا واثنين ثيتا لكن دي ثيتا وثيتا على اتنين يبقى انا عايز اعرف يا ترى هل قوزين مثلا خمستاشر بتساوي مثلا نصف قوزين تلاتين طبعا المتطبقة اللي أنا بكتبها دي أو الحزبة دي خاطئة مهي صحيحة بس أنا بكتب لك يعني إيه علاقة كوزين خمستاشر بالتلاتين ماشي فنعالي أكتب لك أنا المتطبقات ساين سيتا على اثنين تساوي موجب أو سالب جزر واحد ناقص كوزين ثيتا واحد ناقص كوزين ثيتا على اثنين يبقى دي متطبقة ساين ثيتا على اثنين طالما فيها موجب أو سالب هتبقى أنت تنتبه للربع كوزين ثيتا على اثنين شوفوا الكوزين أيضا موجب أو سالب زيها تماما واحد زائد كوزين ثيتا على اثنين طيب شوفي التان بقى تان ثيتا على اثنين بنفس السيستم كده موجب أو سالب جزر واحد ناقص كوزين ثيتا على واحد زائد كوزين ثيتا كده وبشرط هنا بقى في شرط إنه كوزين ثيتا لا تساوي سالب واحد ليه كوزين ثيتا لا تساوي سالب واحد لأن لو هنا سالب واحد واحد زائد سالب واحد تدين صفر صفر في المقام ما ينفعش تتهدي المسألة ما قدرش يحسب ساعتها تان سيتا على اثنين يبقى دي الحالات تعال نشوف شكل القوانين مكتوبة كده أيضا في الكتاب كوزين ثيتا ننقص كوزين ثيتا على اثنين وحد زائد كوزين ثيتا كسر على اثنين الثانية ثيتا هي مكتوبة تعال نشوف التدريبات بتتحل إز Ve هنا أوجد القيمة الدقيقة لكوزين ثيتا على اثنين علما بقى أن صين ثيتا سلف ربعة على خمسة وسيتا تقع في الربع الثالث طيب نكتب القاعدة كوزين ثيتا على كم على اتنين ساوي موجب او سالب جز واحد زائد كوزين ثيتا على اتنين بهذا الشكل طيب يبقى انا محتاج اعرف ايه محتاج اعرف كوزين ثيتا بكم شوف فيه مشكلة كوزين ثيتا بكم مجهولة يبقى انا هلازم احسب كوزين ثيتا يبقى انا هقسم الصفحة كده سيب المتطبقة واروح احسب كوزين ثيتا بمعلومية الصين اما تستخدم طريقة المثلث او طريقة المتطبقة بكيفك انا دلوقت هستخدم طريقة المثلث هعمل مثلث قائم الزاوية واركب هنا ثيتا واقول صين ثيتا 4 على 5 انصر الاشارة يعني المقابل 4 والوطر 5 والمجاور اكس هحسب المجاور عن طريق نظريت فصغورس جزر مربع الوطر 5 تربية ناقص 4 تربية هتطلع الاكس بتساوي جز 5 تربية بخمسة وعشرين ناقص 4 تربية بستاشر جز تسعة هتطلع تلاتة هكتب عليه تلاتة الان اهو اجه احسب كوزين ثيتا مجاور على وطر المجاور تلاتة الوطر 5 انا في الربع التالت هنتبه للاشارة كل صين هي اللي مجابة والكوسيك هنا التان والكوتان لأمال القوزين هي القوزين السالفة يبقى القوزين السالفة يبقى القوزين السالفة على خمسة ااخد دي بقى وعوط هنا يلا نعوط بقى يبقى قوزين ثيتا على اتنين تساوي مجاور او سالف جز واحد زائد سالفة ثلاثة على خمسة على اتنين كده طيب مجاور او سالف جز واحد ده الخمسة على خمسة الواحد ده ممكن اشوله وقت بما كانه خمسة على خمسة زائد سالفة ثلاثة على خمسة يديك اتنين على خمسة على اتنين اتنين مجاور او سالف جز اتنين على خمسة تقسيم اتنين على واحد يبقى ضربه واحد على اتنين اللي اتنين تروح مع الاتنين تطلع مجاور او سالف جز واحد على خمسة المهم ما هتطلع في النهاية تانية هي مجاور او سالف جزر الواحد واحد جزر خمسة تحت جزر خمسة هتعمل لها انطق مقام تطلع موجب او سالب جزر خمسة على خمسة باقي فكرة انك في اي ربع لان موجب او سالب تختار واحدة منهم يلموجب يالسالب ازاي بقى انت تقع في الربع الثاني طب انا عايز ثيتا على اثنين يبقى ثيتا اهي شوف كده ثيتا تقع اهي سوف تقع في الربع الثالث يعني اكبر من مية وتمانين واقل من ميتين وسبعين امالي الثيتا على اثنين اللي انا شغال عليها دلوقتي خوزاين ثيتا على اثنين تقع في اي ربع هاشوفها تقع في الربع ازاي اقسم كل المتبينة دي على اثنين هنا على اثنين هنا على اثنين هنا هتبقى ثيتا على اثنين اهي اكبر من التسعين مية وتمانين على اثنين تسعين اقل من ميتين وسبعين على اثنين مية خمسة وتلاتين يعني ثيتا على اثنين دي تقع في الربع الثاني ثيتا على اثنين تقع في الربع الثاني يعني الكوزين في الربع الثاني الكوزين في الربع الثاني سالبة يبقى اخذ الاجابة السالبة يبقى هقوله هنا كوزين ثيتا على اثنين تساوي موج سالب جزر خمسة على خمسة يبقى انا انتبهت للربع كم مرة خلي بالكم انتبهت للربع وانا بجيب كوزين ثيتا هنا حطيت في بال الربع بس ربع حج الثيتا وانا بجيب هنا كوزاين سيتا على 2 ايضا انتبهت للربع بس سيتا على 2 في اي ربع كتبت ان سيتا اكبر من 180 اقل من 270 لانها في الربع الثالث اسمت كله على 2 طلعت سيتا على 2 اكبر من 90 اقل من 125 يعني في الربع الثاني استخدمت اشارة الربع الثاني لكوزاين سيتا على 2 اللي هي هتبقى سالبة خدت سالب جزر 5 على 5 نشوف تدريب اخر دون استعمال الالة الحزبة او قد القيمة الدقيقة ل67 ونصف طب انا اقول له كده كوزاين بدون استعمال الالة الحزبة 67 ونصف هذه نصف الزاوية 35 يعني كأنها كانت 135 على 2 شوف كده 135 على 2 هي 67 ونصف يبقى انا عايز اجيب كوزاين 135 على 2 يعني الستة دلوقتي ب 135 اقدر اطبق المتطبقة الان واؤولي انها بتساوي مجب او سالب جزر واحد زائد كوزاين 135 على 2 طبعا وبما ان انا في الربع الاول يعني الاجابة هتطلع مجابة يعني ممكن امسح السالب دا والاجابة مجابة حسو ان انا في الربع الاول اوه في الربع الاول في الربع الاول يبقى الاجابة مجابة يعني هتساوي مجابة او سالب مجابة بس بقى جاز واحد زائد كوزاين 135 كوزاين 135 كوزاين 135 احسبها ازاي على 2 كوزاين 135 هنأجل شوية نحسب بقى كوزاين 135 كوزاين 135 ممكن تحسبها بطارية الزاوية المرجعية او تحسبها ان هي كوزاين 180 نقص 45 كوزاين 180 نقص 45 تفك حسب القانون كوزاين 180 كوزاين الاولى مضروبة في كوزاين التانية زائد صاين الاولى مضروبة في صاين التانية اللي هي صاين 45 كوزاين 180 سالب واحد في كوزاين 45 جزر 2 على 2 زائد صاين 180 في صفر في جزر 2 على 2 هتطلع الإجابة سالب جزر 2 على 2 اللي هي الكوزاين 135 يبقى كوزاين 135 سالب جزر 2 على 2 ارجع عوض هنا تبقى موجب جز 1 زائد صالب يبقى صالب جزر 2 على 2 كل ده مقسوم على 2 اقدر اوحد المقامات في البسط تطلع موجب جز الواحد ده خليه 2 على 2 هتبقى 2 ناقص جزر 2 على 2 كل ده مقسوم تاني كسر كده على 2 على 1 يعني هتطلع موجب جزر 2 ناقص جزر 2 على 2 ضرب بدل ما هي تقسيم 2 على 1 خليها ضرب 1 على 2 هتطلع بتساوي موجب جزر 2 ناقص جزر 2 على 4 اسيب الاجابة كده اوطلعها بالصورة العشرية وممكن كنت اطلعها بالصورة العشرية من اول مرة يبقى الفكرة اللي انا عايز اقولها ان انا سيئ 67 ونص خليتها 135 على 2 واستعملت بقى متطبقة نصف الزاوية اللي هي 135 اللي هي واحد زائد كوزين 135 على 2 كوزين 135 على 2 رحت حسبتها بطريق مجموعة زاويتين طلعت سالب جزر 2 على 2 عوضت مكانها وحسبت ده كل كتلة بالقالة الحزبة بصورة العشرية او احسبه بالشكل اللي انا حسبته ده يبقى كده انا قدرت احسب كوزين 67 ونص بدون استعمال الالة الحاسبة الى اللقاء في الجزء القادم من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته